نود والقلم وما يسكرون حرفاً وسماء على النبي العربي غاهب من المعالي كلها أعطاها الحمد لله الذي ورث كتابه على من اصطفى من عباده وجعلهم أهله وخاصته وجعلهم من محاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته حيث يقول في كتابه العظيظ هم أورث الكتاب الذي اصطفىنا من عبادنا والسلاماني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو أفضل من فهم القرآن أو فمن تخلق بأخلاق القرآن القائل صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تعديبي وبعض فأعلم أن لألم القرآن أجمل ما به تحلل الإنسان وخير ما علمه وعلمه واختعمل الفكر له وفهمه وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام الضرر وجاء النبينا العواه حملة القرآن أهل الله وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكمة وعقول صلى الله ورحماته وبركاته عليكم كما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل صلى الله عليكم مكتب ربكم على نفسه الرحمة فقلت أنا وبالله التوفيق صلى الله عليكم أهل مجموعة العلا صلى الله عليكم يا يات البند القرآن صلى الله عليكم صلى الله عليه وسلم لقد وجدتم الشكرة كل تجملا أو تجملا هباهم إلهي درجات آلية بجاه من مضعه في النون والقلم لقد وجدتم الشكرة حبا وإننا شكور لكم يا ساد دين فضلا أهلا وسهلا بلا حاضرين فإنكم في حضرة العلم والهلم والعلا ماذا أقول ماذا أقول في مدحكم يا يات البند القرآن ماذا أقول في مدحكم سيد روائس كل الذي قيل في مدحكم ناقس فأنتم الأولى وكل الناقس فأنتم الأولى وكل الباقيات صراب يا أيها العلماء قمركم ساطئ في فوتا والله لو لكم لكان للعلم أو لكان للقلم طلسم وحجاب فلله حمد زين من بجمعنا على العلم والدين القويم مصحلا أئنا إله الخلق وفتح أقولنا لفهم علوم الدين فحما مفصلا وجدنا يا كريم الجود درك الغوامد مع النور والتوفيق جودا مطولا ببركات حكرة محمد باب بالمي مهائن زممي من دالي باعين مأسورين تبالي فاكشف لنا غوامد العلوم حتى يرى المنقوق كالمفهون ربي الله تعالى عنه شكرا محمد باب يا لهم مكري وجدنا كريم الجود درك الغوامد مع النور والتوفيق جودا مطولا وبعض يا أهل فوز القرآن الكريم هنيئا لكم هنيئا لكم هذا الأجر العظيم والطوب الجزيل القرآن فهم الأقل ونور الحكمة ويمبوء العلم القرآن سبب لحياة ونور الأقل حفظ القرآن وتعلمه خير من الدنيا وما فيها سبحانه وتعالى بيّن أنكم أنتم أهل الفهم أن الله أضوى جل فقال وَتِلْكَ الْأَمْضَالُ نَدْرُّهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ذَكَرَ أَنَّكُمْ أَنْتُمْ أَهَلَ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ إِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ أَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْرَكُمْ بِأَنْ أَشْهَدَكُمْ أَلَى أَعْذَمِ مَشْهُودٍ وَهُوَ خُدَانِيَّةِ فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسب نفى الله تعالى التسوية بيننا وبين أهل الدنيا نفى الله بيننا وبين أهل الدنيا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحراً نطقي في النزم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصراء ومؤتثراً بالأجز أنواجب السكر اسمه لي بسمي شخصياً وبسم كافة أصورتي كر محمد سامة حفظه الله وراءه محمد سامة الذي ترى برؤيته الفاروق سمس الطريقة محمد سامة صلى الله عليه وسلم شبيه شيخ أحمد جاني أفعالاً وحالاً ما تعان الله بحياته وعطال أمره حتى يسجعنا إلى طريق الخيرات متضطولاً إن شاء الله وباسمه من ينتسب إلى مدرسة ماتم أو إلى مدرسة أهل ماتم التي نشرت نور العلم في غرب أفريقية بل وفي كل أرجع العالم ندر الله سبحانه وتعالى أن يقول عمره ونذكر الشيخ شير محمد سامة الذي بلغنا هذا الحدف المنصود وهذا الفخر المرجو وكل من ساهم في تربيتنا ومساعدنا بخدمة قلم القرآن الكريم هؤلاء الأشياق هؤلاء الأسياق يستحقون بالثناء والشكر لأنهم آباؤنا في الدين كما قال الأولما السيوخ الرجل آباؤه في الدين ما لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال صلى الله عليه وسلم من صرع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فضعوا له حتى تروا أنكم كافئتمون قال صلى الله عليه وسلم من خدم عالماً يوماً واحداً فكأنما خدم نبياً لَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ أَدْوَ جَلَّ عَلَى الْإِلْمَ وَأَهْلَهُ وَحَفَّ إِبَادَهُ عَلَى الْإِلْمِ وَتَضَوُّدِ مِنْهُ وَأَوْصَى رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَأَصَحَابَهُ وَأُمَّتَهُ بِالْإِلْمِ فَهُوَ مِنْ أَفْدَلِ أَعْمَالِ السَّالِهَاتِ وَالْإِبَادَاتِ قال رسول الله سلام من صلك طريقاً يبتغي فيه علماً صلك الله بطريقاً إلى الجنوة اللهم اللهم بحق هذا قدرة القرآن الميمونة الحفلة تكريم المشاركين في مسابقة رسم القرآن الكريم عندك اجأ للقرآن العظيم ربي أقول بنا وَغَفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا وَتُبَعَ لَيْنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ السَّمُّ الْعَلِيمُ وَأَسْلِحْ لَنَا شَأْنَا وَيَسِّرُ أُمُومَنَا وَوَصِّيَ عَلَيْنَا فِي رِزْقِنَا بِكَرْمِ وَجْهِكَ أَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ اللهم ثبت أقدامكم ويوفقكم لهذه الخدمة الجليلة وهذه المهمة الموزنة من الأنبياء عليهم السلام والسلام وَأَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُودِ وَأَأَنْتَ بِمَجْنُودِ وَأَأَنْتَ بِمَجْنُودُ